السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم محمد تحسين من قناة السرشاج ازايكم عامليني وحشيني جدا والله النهاردة انا جايب لكم معي اه ساعة مميزة شوية انا فعلا اشتريت ساعات كتير اه بس الساعة دي مميزة شوية اه الساعة دي المينة بتاعتها لونها كده غريب اه اه لونها مش عارف تركوازي اه مش عارف يعني اللون 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 فعلا فعلا شدني عشان كده انا اشتريتها الساعة دي يا جماعة يعني كانت مستعملة قبل كده انا اشتريتها من واحد ابل كده انا اشتريتها من واحد استعمال اه الساعة دي فعلا 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 يعني جميلة قوي انا شايفة شكلها حل وقوي حتى كمان بتاعها يعني اللي هو الجلد بتاعها لونه جميل قوي اه لونه بني كده وشكله حلو اه فاحنا هنتكلم عن ايه ان شاء الله هنتكلم على صوتش بداية كده يا جماعة اه لو بعد ازنكم اه تمانين في المية من اللي بيشوفوا الفيديوهات عندي ما بيشتركوش القناة والاحصائيات دي بتجيلي من على اليوتيوب فاتمنى بس اه لو حضرتك بس عجبك الفيديو يا ريك بس تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة دلوقتي اتمنى بس حضاك تنزل تحت دلوقتي هتلاقي لون كده احمر دوس عليه ده الاشتراك او سبسكرايب ودوس لايك للفيديو لدعمي بس شكرا جدا لك ونتهل الفيديو بداية جدا يا جماعة احنا نحب نتكلم عن سواتش جروب دي يا جماعة ابتدت سنة الف تسعمائة تراتة وتمانين اه يعني بواسطة واحد اسمه اه نيكولاس حايك ده اكتشفت ان هو بيروتي فرنسي يعني اللي هو ايه كده اللي هو اه يعني مخلط اللي هو اه بيروتي فرنسي الراجل ده من لبنان ده فخر يعني حاجة كويسة جدا اللي احنا من العرب واحد من لبنان اه يعني عمل حاجة اسمها سواتش جروب لسواتش جروب دي حاجة كبيرة قوي قوي status اتكلم عنها دلوقتي دخلت الشركة دي من الف تسعمائة وتمانين في اتحادات معكاز الشركة تانية ودخلوا في دمج شركات وا 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 لحد سنة الف تسعمائة ستة وتساعين ستة وتساعين كانت بداية سواتش يا جماعة عدد موظفينها دلوقتي ستة وتلاتين الف موظف اه في حوالي خمسين دولة في العالم كلها اه في سنة الفين وسطاش سواتش جروب دي يعني ما هزي اقول لكم حققت سبعة ونص سبعة مليار وخمسمية مليون سويس فرانكس سويس فرانكس دي العملة بتاعت آآ آآ سويس را بس آآ سويس فرانكس دي تعادل بالدولار دلوقتي آآ بس وسواتش جروب دلوقتي بتمتلك اكتر من كزا آآ براند احنا ما يعني انت مش متخيل براندات اللي انا هقولها دي هتبقى عاملة ازاي بلينبا آآ بريجي لو تسمعوا عن بريجي بريجي دي من اعظم الساعات في العالم دي جرماني او آآ هاري وينستن هاري وينستن دي يا جمان من الساعات الرهيبة اللي انا بصراحة عمري ما شفت ساعة منهم اساسا آآ واخيرا طبعا اوميجا تيسو واخيرا رادو تخيلوا الساعات دي كلها تحت اللي هي ممكن بالنسبة للساعات دي بسيطة يعني مسلا انت قرنتها مسلا بين ساعات اوميجا مسلا زي الموديلات الجديدة ايه ده دي يعني مسلا بتاع اساسا يشتري يجي حوالي عشرة آآ آآ اسمها عشرة منها اللي هو بس اللي هو قصدي بتاعها يعني فتخيل بقى ان سواتش دي اساسا هي بتمتلك كل الشركات دي فتخيل هي عاملة يعني هي عاملة ازاي اساسا بس فآآ سواتش جروب يا جماعة من الف ساعة ماترة تمانين وقعدت بقى تشتري بقى البرندات دي كلها وفي الاخر خالص يا جماعة ابتدت تشتري آآ شركات المكن كانت في مكنة اسمها او في شركة آآ مكن او اللي هي اسمها كانت بتصنع وكانت بتبيعهم وكانت من اشهرهم خالص اللي هي الماكينة المشهورة جدا 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 في مكينة اللي هي سبعة سبعين خمسين سبعة سبعة خمسة زيرو آآ دي من اشهر الماكين المشهور في ودي بتاعتهم اللي هي ايه بيستخدموا المكنة دي بيحطوها وبعد كده يعدلوا عليها شوية تعديلات بس المكنة الاصلية بيشتروها من وهم بيعودوا يعدلوا عليها زي مثلا زي حاجات كتير قوي قوي آآ زي تسوق آآ زي ساعات كتير قوي قوي بيشتروها آآ من آآ من آآ وكانوا بيحطوها عندهم في البرندات عندهم او في الساعة عندهم. فسواشي ما شاء الله عليها اشتلت كمان الشركة دي. انا مشهور يعني انا انا شكرا جدا شركة سواش. انا فعلا انا مبسوط ان صاحبها رجل عربي. نيكولاس حيج ده اللي هو بيروتي فرانسي اللي هو بورني البيروت فرانس. اللي هو لا يعني انا مبسوط يعني ان صاحبها رجل عربي. هو طبعا هو اتولد الف سانية وتمانتاشر يعني يعني تعرفش يعني تعرف امتى? بس الراجل ده يعني يعني انا مبسوط نواق فخر العربي يعني حاجة كويسة جدا جدا ان الراجل ده يعني عمل حاجة كويسة. زيت بقى ان مسلا سواطش مسلا دخلت في كزا حاجة تانية اللي هي مسلا ان هي عملت اه حاجة اسمها مش فاكر اسمها ايه بس اللي هي حاجة اسمها او انترنت ان كانت سواطش في تمانية وتسعين عملت اه حاجة كده ساعة اسمها انترنت طايم اللي هي بتشتغل اه بالبيت اه ان هي بتقسم اليوم على الف اه نبضة وكانت بتعمل اه يعني يعني اللي هي اسمها ايه دي كانت من بدايات اللي سواطش يعني في الف وتسعين عملية اوت سين حتى ممكن احطلكوا الصورة بتاعتها الصورة بتاعتها الساعة قديمة اوي 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 بتاعت سواطش وكمان سواطش عملت اه اه اللي هي بتبقى اه مدرسة لتعليم اه صناعة الساعات او تصليح الساعات دي فلوريدا في ميامي اه يعني حاجة حاجة فعلا فعلا ما فيكها كويسة جدا يا جماعة والعلم بس يا جماعة اه فعلا هي مشهورة بشكلها. يعني لو تلاحظوا اه الساعة دي ما تلاقيش شبهها في اي حاجة تاني. ليه? الساعة دي من من بعد انا بعرف ان اللابسها ده ساعة شوالك? عن طريق التلات حاجات دولار السري دولار السري دوتس دولار حاجات دي. ليه التقسيمات التلاتة دولار. دي ما لقيتهاش قبل كيف في اي ساعة تاني غير السواتش. الواحد اتنين تلاتة التلات تقسيمات المربعات دي. عمر مش تمغر في ساعة سواتش. يعني مش تمش في اي ساعة تاني. فالساعة السواتش دي بصراحة يا جماعة اول ما بيبص عليها من معيد. بعرف اللابس ده ده ستلابس ساعة سواتش. اه بس كده يا جماعة احنا كده اه اتكلمنا كيف عن نبزة كده في حاجات الاسواطش وكل حاجة. دولئات ما اتكلم عن الساعة اللي معايا دي الساعة اللي معايا دي اه ساعة فعلا فعلا مختربة جدا. الساعة دي اقول لكم الموديل بتاعها الموديل بتاعها اللي هو اي او اس فور فور زيرو اه ده موديل الساعة دي اه الساعة دي بقى يا جماعة يعني مش عايزة اقول لكم بقى على انا اشتريت الساعة دي زمان اوي 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 اوي. اه وبعد كده بعتها وبعد كده ما بيقش اشتريها تاني وبعد كده الحمد لله اشتريت اللون ده. كنت على طول اشتري اللون الاسود ومعهم كمان اللي هو اللي هو يعني وعلى فكرة يا جماعة الساعة دي تقيلة مش خفيفة. الساعة دي تقيلة مش خفيفة خالص. اه بس كده انا اشتريت الساعة دي لسه قريب من حوالي مثلا اربع خمسة ايام فقلت المعرضها لكم حتى كمان اشتريتها اه هي مستعملة الراجل استعملها فيك استعملها كويس مش وحش هي القلبة بس مبيح دي لا شوية بس كويسة جدا اهي دي هي ايه بتيجي في القلبة من منظر ده كده هين بتيجي بمنظر ده القلبة بتيجي بتبقى صغيرة كده. او بتيجي في علبة سواها بس نزبط بتاعنا توآ اه اه او بتيجي في علبة اللي هي بتبقى مستطيلة بالطول كده بتبقى الساعة مفروضة جواه. اه بس كده ادي السوادش الحجم الكبير يا جماعة الساعة دي مقزها سبعة وربعين ملي سبعة وربعين ملي دي كبيرة جدا يعني مش الساعات الصغيرة فيه من دي صغيرة احجامها صغيرة تلاتة واربعين واتنين واربعين لكن دي كبيرة الساعة دي كبيرة نفتح بقى الانبوكسنج ده بقى الساعة بتيجي في باية ده اهي نحفكها دلوقتي هتا يتبكر مكتوب على الاسواتش ده البات بتاعتها اهي حتى محفورة عليها سواتش اهي محفورة عليها قصد علامة الساعة اهي وهي دي الكتالوج ده الكلاب دي بتيجي في العلبة اهي اهي بتيجي دي ده اهي آآ واي او اس فور فور زيرو اهي وادي صبعا ده الكتالوج بتاعها الكتالوج بقى بصوا بقى مليان كتابات ومليان حاجة كتير او 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 اي انا صراحة ما بفتحش الكتالوجات الساعة يعني الا لو يعني بخش على يوتيوب اسهل يعني ما بقيتش دلوقتي اخش على الكتالوج اهو ده الكتالوج بتاعها اهو وده المتعايز مسلا تشترك في صراحة ما دخلتش عليه قبل كده ولا عارف عنه حاجة علشان ما عارفش عنه حاجة وده حط الرجل اللي كانت شاريها من جدة من جدة اهي من كيس ايه السعودية اهي وادي البيضة اهي نخطها هنا بس ونطلع بقى الساعة بقى كده ونقول بسم الله بص بقى بص بقى بص بقى معنا الساعة دي اه بس كده اه 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 طبعا لو انتم بتسأله يا جماعة انا بشتري مستعمل ولا جديد لانا اغلبية الوقت بشتري مستعمل طب هل المستعمل محمد كويس او الوحش لا كويس جدا يا جماعة المستعمل فعلا فعلا من من الحاجات كويسة انا بشتري ساعات مستعملة دلوقتي في داخل في اربع سنين اه الجديد ساعات بشتري ساعات جديدة وساعات بشتري ساعات مستعملة بس ثمانين في المية او سعين في المية من ساعاتي بل بسها مستعملة. اه الساعة بتبقى جاية نضيفة مش وحشة خالص. الساعة بص يا جماعة الاسترابي الجيل ده هو. مش وحش خالص. اه حتى كمان مكتوبة. اه الساعة مش متخدشة. مش بايزة. اه مش مكسور منها حاجة. الساعة فعلا فعلا نضيفة. الساعة كويسة جدا. الساعة كمان البزل بتاعها والاطار اللي حوالين الساعة ده مش مخدوش. ما فيوش اي حاجة. لا الساعة فعلا نضيفة. يعني مش ساعة وحش. وصاعة فعلا نتبه انها كويسة وجديدة يا مان مش وحش. بس نتكلم بقى شوية عن خصائص الساعة شوية. الساعة دي انتاج الفين وستاشر. يعني دي ساعة موديل جديد قوي يعني خلاص ده كان من اربع سنين. احنا الوقت في الفين وعشرين احنا في شهر واحد الفين وعشرين دي من الفين وستاشر. اه كويس قوي. بتاعها اللي هو ده مدور. اه الساعة دي الزجاج بتاعها ده جماعة كويس بيستحمل الضغط وبستحمل بس ما بيستحملش الخدش بيستحمل الضغط عليه لو اتخبطت خبطة جديدة ما تكسرش قوي. اه بس كويسة. اه طبعا هي ما فاش ديجيتال هي كلها عقارب انالوب. اه بس طبعا بتاعها اللي هو مكتوب عليه سواتش. او عشان هي بتبقى جلد. بس الكيس بقى الماتاريال بتاعة الكيس دي بتاعت دي بتبقى ستال ستيل. ام عرض الساعة جماعة او عرض الساعة من هنا لهنا سبعة واربعين ملي سبعة واربعين ملي. اه على فكرة ساعة دي كبيرة مش صغيرة. الساعة دي ضخمة. اه الساعة دي التخانة بتاعة الساعة تلاتاشر اه اه تلاتاشر ملي. طبعا بتاعها ده اه جلد طبيعي جدا وجلد على فكرة كويس. اه يعني محترم جلدي وجديد كمان ناشي في كده نحس ان هو يعني هم متقفل كويس تقفيلة كويسة. عرض ده جماعة تلاتة وعشرين ملي. يعني اول اربعة وعشرين ملي. ده على فكرة برضو عرض ساعة مش صغيرة. عرض ساعة كبيرة مش صغيرة خالص. فتخيل بس هتبقى عاملة ازاي? اه بطبعا فيها طبعا وفيها وفيها يعني بص يا جماعة ده عقرب ثواني. ده عقرب ثواني اللي بيلف تحت ده. تمام? اهو. اللي تحت. تمام? وده بقيس جزء من الثانية لو انت دست كده. ساعة دولة تبتشتغل. كده عدس كم ثانية كده حوالي عشرة يعني خمس اه مش عارف ازبوطها قوي ان الجزء ده بيبقى جزء من الثانية انا ده ما بعرفش ازبوطه. اه يعني ما مريش داخل فيه قوي او لانا ما بسألش فيه قوي اللي هو العقرب الجزء من الثانية ده. اه اغلبية اللي بسأل فيه اللي هو اه ان العرب الطويل ده لما بيلف ستين سانية العرب اللي على الشمال ده بياخد ديئة. ان هو كده لف ستين سانية. فطبعا لو لف طبعا ستين ديئة اهي ببقى ستين ديئة. ودي الثماني. والتاريخ هو بتاعه لونه اورنج. لونه اورنج عند رقم تلاتة. الساعة دي فعلا يا جماعة محترم قوي. الساعة دي كويسة. اه الساعة دي انصح بشراءها. الساعة دي في حدود الفين مصد تلات تلاف جنيه. انا شفتها على سوق بالفين ستون ستون مية. لونها كان لون ازرق. اللون ده هي يعني هي هي نفس الموديل. بس اللون كان ازرق. كنت لقيتها على سوق بالفين ستون مية. احنا بنتكلم في شهر يناير الفين وعشرين. اه فاللي بيبقى مسلا بيدور مسلا على ساعة مسلا كويس اقتصادية شعرها كويس. اه يعني انصحه طبعا بشراء الساعة دي فعلا نظيفة. اه وكمان شيء جدا في اللبس يا جماعة. اه وشكلها حلو. يعني شكلها مش وحش. اللي لو انت عايز تجيب الاستراب لستللس او الاستراب الجلد. نتيبقى الاستراب الجلد هيبقى ارخص شوية من الاستراب الاستلس. او الاستراب دي يا جميعها يعني الاستيك الاستلس هيبقى اغلى شوية. يعني مت Hilk aqui. الممكن هيبقى أغلى مسلا اقول خمسمين جنيه عشان بيبقى غالي شوية. وطبعا لو انت جبته باستيك استلس هيبقى تقيل. الساعة هتبقى تقيلة يا جماعة. الساعة تقيلة. الساعة الوحدة هتقيلة. فطبعا اه مع استيك استلس هتبقى اتقل. فا بس انت لو انت يعني ما شاء الله بتستحمل تقل بتاع الساعات او انت غاوي ساعات لان في ناس خدوا بالك يا جماعة مش غاوية ساعات وممكن تشتري ساعة زي دي يجي لها ارفق اساسا او يجي لها نكد من الساعات فما المساش تاني. فانت حاول تشتري ساعة تكون ملأمة لك. تكون ملأمة على دراعك. تكون ملأمة لك بس. فا يعني انت بحاجة بسيطة. اه بس يا جماعة اه دي كل حاجة عن الساعة لو حابين تعرفوا اي حاجة عن الساعة تاني ياليد تقولولي اه انا اسم محمد تحسين اه من قناة سرشاجي. اتمنى يا جماعة لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة. اتمنى لدعمي. اه شكرا جدا لكم يا جماعة وكان معكم محمد التحسين من قناة سرشاجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.